اشتركوا في القناة اللي احنا راح نستخدمه في عمل الحامل راح نحطه على قطعة الكرتون انتبته وبعدين راح نجيب قلام ونرسم خط اللي هي اه ابعاد الموبايل او بمعنى حجم الموبايل على قطعة الكرتون بعدين منحتاج لماقص وكمان مشرط او اي آلة حادة ممكن ان تستخدمها في قطع الكرتون وبعد هيك راح نرسم كمان خطين يعني داخل الخطين اللي رسمناهم من شوي طبعا بتترك تقريبا مسافة سانتي او نص سانتي بتطلب معك تقريبا بهذا الشكل زي ما احنا شايفين وبعد هيك راح نقص قطعة الكرتون اللي موجودة بين الخطين الداخلية راح نجيب المشرط ونقص قطعة الكرتون بهاي الطريقة الخط الاول وبعدين الخط الثاني بعدين منشيل قطعة الكرتون تصير معنا آآ تقوب بشكل آآ مستطيل خلينا نشيلها ونقص القطعة بشكل كامل وهيك تمام التمام طيب وبعدين يا صاحبي راح نقص كمان جزء من قطعة الكرتون منقص جزء صغير من فوق من الزوايا اللي موجودة فوق وكمان راح نعمل من الجهة الثانية بهاي الطريقة بعدين في المشرط راح نيجي آآ نقطع قطعة الكرتون يعني راح تصير معك تقريبا على حرف آآ آآ باللغة الانجليزية راح نشيل قطعة الكرتون الطرف اللي موجود على اليسار ونقصه بشكل كامل طبعا هاي علشان نسهل آآ دخول الموبايل جوه قطعة الكرتون وراح نطبق نفس الكلام على الطرف الثاني وراح يصير معك شكل الانبوب زي ما انت شايف هذا شكل الانبوب النهائي وبعدين راح نجيب الموبايل وندخله بين قطعة الكرتون اللي زادت معنا من فوق ومن تحت وهي راح تعمل على تثبيت الموبايل جوه الانبوب زي ما احنا شايفين وطبعا بهيك انت راح تقدر تثبت الموبايل على هذا الحامل البسيط بدون اي كلفة وبتقدر تستخدمه في تصوير الفيديو او حتى السلفي على موبايلك طبعا لهوم نكون احنا وصلنا لنهاية الفيديو بشوفكم ان شاء الله تعالى بكرة في درس جديد وفكرة جديدة في امان الله اشتركوا في القناة